اشتركوا في القناة بشأن قضايا البلاد وباستناده إلى أساس عقلي متين يؤسسه الملك على مقتضيات نظر مصلحي محنك بالتجارب والمشاورات تجاوز بسببه حدود المملكة للانخراط المتبصر في حل مشاكل الجوار إفريقيا أو غيرها وعرب علماء المغرب عن كونهم متجندون وراء الملك بصفته أميرا للمؤمنين ورئيسا للمجلس ومستهدون بأنوار توجيهته من أجل الارتقاء بالاشتغال الديني في وفق استدامة الطمأنينة الناشئة عن توفير أسباب استمرار النموذج التدين السمح الذي ضمن استقرار البلاد وأكد العلماء في برقية وجهها الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى محمد يوسف بمناسبة اختتام أشغال الدورة العادية السابعة عشر للمجلس بفاس أنهم منخرطون أيضا لتأهيل آليات اشتغال الحقل الديني والارتقاء بها خاصة المساجد دفعا لكل صور التشويش والمنازعة التي تستهدفها وتحصيلا لحضورها قال وزير الصحة الحسين الوردي أن إصلاح المنظومة الصحية لا يجب أن يقتصر فقط على توفير الموارد البشرية والمادية الكافية لتسيير المؤسسات الصحية بل لا بد من اتخاذ إجراءات وتدابير سياسية جريئة وإن كان ذلك لن يعجب الكثيرين وأضاف أن هذه التدابير التي باشرتها الوزارة استكمالا للتراكمات التي خلفتها الحكومات السابقة لن تعطي نتائجها على المدى القريب بل تستهدف إصلاح المنظومة الصحية على المدى البعيد وتتركز استراتيجية وزارة الصحة على أربعة محاور تهم تخفيض سعر الدواء وهيكلة القطاع الخاص وتحسين جودة التغطية الصحية راميد والتكفل بالأمراض العقلية والنفسية وقال الوزير الوردي خلال منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء أن هيكلة القطاع الخاص أمر لا رجعة فيه حيث كانت أولى الإجراءات المتخذة في هذا السياق هي منع طباء القطاع العام من العمل في المسحات الخاصة وهو القرار الذي قال الوردي إن الوزارة لن تتراجع عنه بشرة تبعث على الارتياح لدى المغاربة الدائمين على طلب تأشيرات الأوروبية تلك التي حملها الإعلان المشترك في ختام أشغال المجلس الحادي عشر لشراكة بإعلانه البدء عما قريب في المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاق لتسيير مساطر منح تأشيرات بين المغرب والاتحاد الأوروبي حسب تأكيد 28 دولة عضوا الاتفاق المؤطر ضمن الشراكة من أجل الحركية الذي وقعه المغرب والاتحاد الأوروبي في شهر يونيو الفائت يصب في تسهيل مأمورية عدة فئات من طالبي الفيزا حيث يعول على أن يساهم في تعزيز المبادلات البشرية بين الجانبين في أفق تحرير التأشيرات من جانبه أشهد الاتحاد الأوروبي في إعلانه بالتوقيع على شراكة من أجل الحركية مع المغرب لافتا إلى القفزة النوعية التي سجلتها المملكة في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي مراهنة على وضع الاتفاق وضع أسس تعاون بنيوي وشامل بين الجانبين في مجال الحركية والهجرة والحماية الدولية أكد مدرب باير ميونيخ الإسباني جوزيب غورديولا أنه لا يسعى إلى مجدد شخصي عندما يبدأ اليوم الثلاثاء مشواره مع الفريق البافاري في نهائيات كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب حتى السبت المقبل وهي المرة الثالثة التي يشارك فيها غورديولا في العرس العالمي للأندية بعدما توج باللقب مرتين عامي 2009 و2011 مع فريقه السابق برشلون الإسباني وهو مرشح لأن يصبح أول مدرب يتوج باللقب العالمي مع فريقين مختلفين وقال غورديولا عشية مباراة فريقه مع جوانجو سيني اليوم ضمن الدوري نصف النهائي في أغادير لا أخفي رغبتي في الفوز بهذا اللقب لكي يكون الثاني لي مع الفريق بعد الكأس السوبر الأوروبية مع تشيلسي ولكنني لا أسعى إلى مجد شخصي فأنا هنا من أجل الدفاع عن سمعة باير ميونيخ الذي يود إحراز اللقب أيضا وكذلك اللاعبين الذين توجوا باللقب القاري وكذلك اللاعبين الذين توجوا باللقب القاري عن جدارة مع المدرب السابق يوب هينكس دمتم في رعاية الله مشاهدي الأفاضل وإلى اللقاء اشتركوا في القناة